في أحد شوارع هيروشيما يضع سائحان نظارة للواقع الافتراضي ويتلفتان حولهما لكن بدلا من رؤية ضفاف النهر النابضة بالحياة يجدان أنفسهما أمام مشهد مرعب واسطى جثث محترقة وألسنة لهاب ويعد المشهد ضمن جولة تتيح للناس رؤية المدينة قبل وخلال وبعد الهجوم الذري الذي وقع في السادس مناب أغسطس عام 1945 الأمر مذهل بالنسبة لي إذ لم يسبق أن رأيت شيئا كهذا من قبل يمكنك التجول في المكان وتوقع ما سيحدث إذ عندما تبدأ يكون هناك شخصان على الجسر ويسمع فجأة صوت الطائرة ومن ثم ترى وميضا وكأن قنبلة انفجرت وعاملت شركة تابيماتشي جيت هيروشيما مع قسم الأرشيف في المتحف التذكري للسلام وصحيفة محلية وشهادات النجين لوضع مقاطع صور واقع افتراضي لخمس محطات حول ما يعرف الآن باسم حديقة السلام أظن أن حتى بعض الأشخاص الذين عاشوا في هيروشيما لا يعرفون بأن ما باتت الآن حديقة السلام كانت مدينة متكاملة يعيش فيها الناس عبر اختبارها بشكل معمك وعدم الاكتفاء برؤيتها في الصور يسهل فهم الأمر أكثر وأطلقت الجولة التي تستمر مدة ساعة عام 2021 وتبدأ عندما يعرف حاليا باستراحة حديقة هيروشيما التي كانت تستخدم من قبل اتحاد تقنين الوقود عند وقوع الهجوم وتقع على بعد 170 مترا فقط عن مركز الانفجار وفي المجمل قضى نحو 140 ألف شخص في الهجوم وتداعيته ترجمة نانسي قنقر